السلام عليكم ازايكوا احنا متابعين في الدنيا معاكوا عبير من قناة منوعات بوتة لاخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا النهاردة معانا شرينة عبدالوهاب في حفل موسم الجمرز في السعودية ناقد لبناني قال لها انت جاية مهرجان مش نادي رياضي بلبسك ده شرينة عبدالوهاب بتتعرض للانتقاد من خبير موضة في ظهورها الاخير في السعودية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لشرينة عبدالوهاب وذلك خلال احياء حفل غنائي في موسم الجمرز في السعودية واللي ظهرت فيه شرين باطلالة بالاسود بالاشبه بالترنج الرياضي بحزاء الرياضي باللون الابيض على مكياج بسيط وتركت شعرها منسدل على كتفيها مما منحها اطلالة غير مألوفة وغير مناسبة للحفلة علق اللبناني ايه حنى نقد الموضة المعروف على اطلالة شرين في حفل موسم الجمرز قائلا اوكي بفهم ان المهرجان شبابي وعصري مرتبط بالجيمينج والالعاب الالكترونية وما بده لبس الفساتين والتطريزات مثل هيك بس مين طلب من شرين انها تجيب ملابس رياضية حبيبتي انت جاية مهرجان مرتبط بالجيمينج مش جاية على مارسون ولا نادي رياضي مش جاية تعملي سباق وتركضي 700 متر وكمان ستايل الشعر والمكياج مش لايقين ابدا مع ستايل اللبس كان من المفروض ان انت تلبسي جنب سوت كجول او بانطالون جنس وتيشرت مرتبين بس هيك لأ واختتم كلامه بس بعيدا عن الاطلالة مبسوط جدا لشورين انها مبسوطة ورجعت فرحانة زي زمان وبعطي الاطلالة 2 من 10 المهم ان شورين غنت كويس واتبسطت كويس والجمهور اتبسطت كويس ليه اللبس مهم يعني ليه لبس الفنان مهم انت بتتعامل مع الفنان عشان فنه وعلشان الاغاني اللي بيغنيها وازاي بيطربك وازاي انت بتنفعل معي انت ملك وما اللبسه اللبس ده اخر حاجة ممكن تفكر فيها او تنتقدها انت بتتعامل مع شخصية بتتعامل مع فنان ارتباطك بيه عشان فنه مش علشان شخصه ولو وصلت معي في الفيديو الهنا يبقى اكيد عجبك الفيديو ولو عجبك الفيديو عملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتي من اخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة